رغم مرور قرابة أربع سنوات على اتفاق صخيرات لحل الأزمة الليبية برعاية أممية لا يزال الواقع الليبي سياسيا وعسكريا مشحونا بجو ضبابي لم تستطع تغييره خطة السلام الدولية التي أعدها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في العام الفائت خطة سلامة التي تضمنت تعديلا لاتفاق صخيرات السابق وعقد مؤتمر وطني بمشاركة الأطراف السياسية والاجتماعية وصياغة الدستور وإجراء استفتاء عليه فضلا عن انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2018 هذه الخطة لم تسر على النحو الذي ينشده الليبيون بسبب التجاذبات السياسية بين الفرقاء الليبيين والتي بدورها أثرت على الواقع العسكري حيث تشهد العاصمة طرابلس توترا أمنيا واشتباكات مسلحة لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة من وضع حد لها رغم التلويح بفرض عقوبات دولية على الميليشيات المخترقة للاتفاق وعلى ضوء هذا التوتر قرر نواب المنطقة الغربية بالاتفاق مع مجلس الدولة إحياء المفاوضات ووضع خطة بديلة تتمثل في عقد مؤتمر وطني طالب بسحب الاعتراف من كل الأجسام السياسية وإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر واحتواء قادة الفصائل المسلحة المسيطرين على طرابلس وتحجيم دور مجلس النواب الليبي في طبرق وعرقلة أي تحرك لإصدار تشريع يمكن أن يؤثر على هذه الخطة ومن المقرر أن يتم فرض هذه الخطة خلال المؤتمر الذي تعتزم روما تنظيمه في تشرين الثاني برعاية أمريكية الأمر الذي يفسره مراقبون بدور أمريكي بدأ بالتصاعد في الساحة الليبية ترجمة نانسي قنقر